نوع الإصابات التي تكون في عقبة الزلازل يعني تكون هناك طبع الحال كما تحتنا كصور جروح أيضا قد تؤدي إلى نزيف وحالة اختناق يعني أكثر الحالات التي تكون خطرة في مثل هذه الكواريت الطبائية إذا سمحتني بعدها غير باب تكميل التدخول ديال الدكتور عافيف فبالنسبة للطب هناك أحد المسألة التي نسميها البوستميديكال الأفانسي الذي يجب أن يكون في عين المكان كما تذكرون الزمالين قبل هناك طريقة العمل التي تسمى كالبتال نغية المهمة وهي طريقة الأداء التي تجعلها هذه الضحايا التي تجعلها لهم الكاتيجوريزات يعني تصنيف لكي ترى نوع الخطورة لكي تتعاملوا معه في عين المكان وكي تهز من عين المكان وكي تذهب إذا كانت الإيرجنس دياله ديفاري يعني ممكن ينتظر وكي بالنسبة للأطباء اللي يكونوا كي بزاف الاختصاصات كما تكرون اللي هما جراحة الدماغ جراحة العظام اللي يسمى اللي يسمى لكي تطلق لها المهمة الإختصاصات اللي يكونوا حاضرين بالنسبة للسؤال ديال اللي هما ف من أخطر الإصابات اللي كتكون ف اسكننا بالحنا ما نسميه بل полتغوماتيزي ولا من المهمة كرانية غراب اللي هما يعني جراحة إصابة على على جماع على الجمجمع وبعد نفسي كتكون تصود إصابة على الصدر اللي كيكونوا مثل فراكتور والبنيوماتوراكس وهذا يسبب خطورة كبيرة على هذا الشخص الذي يحتاج للإنعاش في عين المكان لا يوجد أي شيء مهم هذه المسألة التي ذكرت قبل وهي البوستمدكال الذي يتعامل بالدريجة والدريجة النعورة والدريجة النعورة والدريجة النعورة والدريجة النعورة ويجب أن يتعامل مع أي مريض ويجب أن تدخل في صنف ويجب أن يتحدث في أين بلصة تأخذ الإسعافات لأن مثلا يوجد أني مطمس يوجد أني مطمس ويوجد ويوجد أني مطمس ويجب أن يتعامل ويجب أن يتعامل ويجب أن يتحدث تجل يتحدث ويجب أن يتحدث أن يتم ويجب أن يتعامل ويجب أن يتحدث كنت تشوف الخطورة لأن الخطورة في طيب لمستعجلات لا تضعفش تتضعف هذا هو في أن تكمل الخطورة هذه الإصابات